لا يعرف إلى من وجه هذا الرجاء ومن المتسبب بالحرمان الذي تشير إليه هذه الصور المتشرة في العديد من شوارع بغداد كما لا يعرف أي الصور ترفع وأيها تبقى تساؤلات عديدة التقطتها كاميرا الحرة حول قرار الحكومة بإزالة صور المسؤولين وعلى مين طبق بدأت الحملة برفع الصور لكن للأسف شديد نلاحظ أنه لا زالت صور رئيس الوزراء لا يستطيع أحد أن يتقرب لها ويرفعها كان من المفروض على رئيس الوزراء أن يأمر برفع صوره أولا ومن ثم صور المرشحين لو عدنا عمل بقدة صور مو هذا حان أبد مستحيل شاهد من الشواهد أو من آلاف الشواهد على استخفاف المسؤول بالمواطن يعني هي قبل أن تسمح للمفوضية هو رفع الصور دلال على أن هو يهم الانتخابات إزالة صور المسؤولين ذات الطابع الانتخابي قرار انتخذت الحكومة العراقية لقرب موعد إجراء الانتخابات العامة نهاية نيسان أبريل المقبل وهو بحسب مصادر رسمية ينطبق حتى على رئيس الحكومة هذا الحقيقة يعتبر خرق للقانون ودولة الرئيس حاول أن يكون هو أول منبه إلى ذلك وأعتقد ستكون صور إذا كانت هناك صور إلى أو لي من هم في قائمتهم أيضا يجب أن يكون هو الذي أمر أن تكون شوارع خالية منهم بعض الصور أزيلت بالفعل بعد صدور القرار لكن دون علم أمانة بغداد التي أكدت عدم تسلمها توجيها رسميا بالقرار حتى الآن فيما ظهرت صور أخرى عقب القرار لم يصل إلى أمانة بغداد قرار رسمي بهذا الخصوص ولكن كأمانة بغداد أكيد هذا الموضوع يسرنا ويفرحنا أن نرفع حقيقة كافة الصور وحتى لو كانت صور عائدة إلى أمانة بغداد لأن الموضوع الحقيقي أصبح بشكل كثيف وأحيانا الصور تكون بطريقة عشوائية وأحيانا بدون موافقات رسمية وفيما تستعد شوارع وبنايات بغداد لاستقبال عشرات ألاف الدعايات الانتخابية ما زالت بعض الصور التي تعود للانتخابات الماضية تنتشر في بعضها ولم يتحرك أصحابها أو الأمانة لرفعها بعد مرور سنوات حسين أسد الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر